السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازاكم شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب معرض سي اس الفين اتنين وعشرين للتكنولوجيا ابتدى يوم ست تناير وبالتأكيد ابتدت معي كل الاخبار الجديدة والمهمة اللي تخص عالم التكنولوجي طبعا هكلمكم عن كل الشات التلفزيون الجديدة اللي تم الاعلان عنها في المعرض دوت ولكن الفيديو ده هتكلم فيه عن الشات سوني تحديدا لان يمكن شركة سوني كانت اكتر شركة قدمت مفاجئات في مجال الشات التلفزيون واضح انها تعمل طفرة كبيرة جدا في مجال الشات التلفزيون الثاني بس دلوقتي يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان ما تفتكش الفيديوهات بتاعة تقطية معرض سي اس الفين اتنين وعشرين وتتعرف على كل الشاشات الجديدة اللي ظهرت في المعرض زي ما احنا عارفين ان السنة اللي فاتت في الفين واحد وعشرين سوني قدمت الشاشات وكلمة هنا كانت بترجع او المعالج الجديد اللي سوني استخدمته في الشاشات السنة اللي فاتت وهو وكلمة هنا كانت بتعني الزكاة الادراكي او المعرفي واللي كان بيعتبر مرحلة جديدة من الزكاء الصناعي المستخدم في معالجة صورة شاشات التلفزيون واللي كان بيعتمد على تحليل الصورة او اطار اطار وبيتدي جمع كمية كبيرة جدا من المعلومات ويعمل لها معالجة بشكل واقعي اكتر زي معين الانسان بتشوف الحياة الواقعية. فالجديد السنة دي ان سوني طورت اكتر من المعالج دوت وطورت اللي بتشغل المعالج دوت. بالاضافة للمفاجأة اللي سوني اعلنت عنها وهي استخدامها في شاشتين السنة دي وهم خمسة وتسعين كي بدقة وزي ما انت ملاحز ان كلمة هتلاقيها منتشرة قوي السنة دي لان الموديلات الجديدة بتاعت الفين اتنين وعشرين بقى تأخيرها حرف الكي مش حرف الجي زي السنة اللي فاتت. واستخدام سوني لتكنولوجي السنة دي يعتبر مفاجأة كبيرة جدا ما كانش حد يتوقعها لان زي ما شفنا السنة اللي فاتت ان سوني ما استخدمتش في الشرطة خالص على الرغم من ان كل الشركات المنافسة كانت بتستخدم والسبب في كده ان سوني كانت شايفة ان تكنولوجي لسه محققتش الهدف المطلوب منها. وكان الهدف المطلوب من التكنولوجي دي ان هو هيحسن بتاع الصورة يعني يخلي التفاصيل اوضح في مناطق الزرال والمناطق شديدة الاضاءة بالاضافة لمشكلة ودرجات اللون الاسود انه بتكونش عميقة او بتكون بهيتة شوية. لان مفيش اسوأ من انك تبقى بتتفرج على فيلم مسلا وفي مشاهد مظلمة كتير وتحس ان انت مش شايف الصورة كويس او ان الدنيا ضلمة او التفاصيل اللي في الاماكن المظلمة ممسوحة ومش واضحة او انك مسلا تضيع حتة حلوة من فيلم عشان كنت بتدور على وعايز تزبط بتاع الشاشة ولان المشكلة دي هي المشكلة الازالية للشاشات التلفزيون فعلى مدار الوقت ابتدت شاشات تتطور شوية وتدخل اللي كانت بتعتمد على ان هي بتقسم الاضاءة الخلفية للشاشة او مناطق بتطفي وتنور بشكل منفصل علشان تعمل احسن للسوق. ومع ظهور اصبح من السهل انك تحط كمية كبيرة جدا من اللمبات في نفس المكان اللي كان بيتحط فيه لمبة واحدة من التقليدي. وابتدي التحكم فيها برضو بنفس فكرة ولكن اللي خلى سوني انها تستخدم السنة دي هو استخدامها التكنولوجي والتكنولوجي دي كانت استخدمتها في الشاشات قبل كده زي او وكانت تكنولوجيا مبيرة جدا وبتوصل قوة اضاءة الصورة للتلات تلاف واكتر. والتكنولوج دي زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك بتخلي الاضاءة موجهة بشكل احسن وكمان بتخلي الاضاءة حد اكتر مفيش التسريب بتاع الاضاءة دوت ما ببقاش موجود ولزلك بتخلي جودة الصورة قاعدة. وعشان كده سوني مشايفة السنة دي ان هي بتاعت بتاعت بتقدم نقلة جديدة في جودة الصورة. وكمان سوني السنة دي غيرت الخامات اللي بتستخدمها في الشاشات بتاعتها لان سوني طبعا بتترجه لان تكون صناعتها صديقة للبياء اكتر. فطورت مادة جديدة السنة دي اسمها والسور بلاس ده عبارة عن مزيج من المواد المعاد استخدامها ومعالجة بشكل كيميائي معين بحيس ان هي تبقى اصلب واقوى واخفى من البلاستيك وفي نفس الوقت صديقة للبيئة. وسوني بتقول ان هي بالطريقة دي هتوفر ستين في المية من البلاستيك اللي كانت بتستخدمه ستين في المية دول تقريبا ما يكفي لصناعة مية واربعين مليون سي دي 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 زي ما قلت دلوقتي هتكون موجودة في شاشتين بس السنة دي وهم بدقة ودي هتكون شاشة بتاعت سوني السنة دي. بالاضافة للاكس خمسة وتسعين كي اللي هتكون بدقة واللي تعتبر برضو هي بتاعت الشاشات الفور كي. والشاشتين دول بيجوا بنفس التصميم الخارجي اللي شكله بريميام ورائع ومبهر جدا. والاستندات بتاعت الشاشة نفسها تقدر انك انت تغير الاتجاه بتاعها يعني يبقى فتقدر انك تخلي الاستندات اما قريبة من بعض اما بعيدة عن بعض اما بعيدة وعالية شوية عشان لو عندك عايز تحطه قدام الشاشة. كمان الشاشتين دول بيدعموا خاصية والاكس بمعنى ان الشاشتين واخدين طبقة من علشان تقلل من العكسات بتاعت النور من المصادر الخارجية اللي بتكون جاية على الشاشة زي الشبابيك الكبيرة. بالاضافة لطبقة اللي بتحسن من زوايا الرؤية بشكل كبير. وعلشان تعيش تجربت المشاهدة السينمائية الكاملة مع الشاشة بريميوم بالطريقة دي فكان لازم سوني تزودها بافضل انزمة الصوت عندها اللي هو ونزوم الصوت ده في الموديل بتاع بيتكون من اربع سماعات واربع سماعات تويتر. فمع تكمل هائل ده من السماعات بتلاقي ان الصوت خارج من الشاشة نفسها مش بتحس ان الصوت مسلا جاي من تحت الشاشة او من جب الشاشة. انه طبعا مع فالتتبع بتاع الصوت موجهة جدا. طبعا بتديلك تجربة مشاهدة ممتعة. بالاضافة لانهم ازودها بخاصية واللي بتعتبر زي في شاشات سامسونج واللي بتخليك تقدر تستخدم الشاشة كسنتر تشانل فوسط السماعات بتاعة او المسرح المنزلية. اما بالنسبة لموديل اكس خمسة وتسعين كي فبيجي برضو بنفس والاكويستيك سنتر سينك ولكن بيكون عدد السابوفرز اقل شوية في الشاشة مش زي وطبعا كل الكم ده من محتاج ريموت كنترول حلوة عشان تتحكم فيه ولزلك سوني طورت بتاعها اللي كانت بتستخدمه السنة اللي فاتت وقللت السنة دي عدد الزراير اللي فيه شوية بدل ما كانوا تسعة واربعين زرار تقريبا بقوا حوالي خمسة وعشرين زرار ولكن الموضوع مش هيكون متوقف عند الريموت كنترول بس لا ده سوني كمان اعلنت عنه فاجأة تانية السنة دي وهي البريفيا كام. والبريفيا كام مش هتكون مجرد ويب كام عدية محطوطة على شاشة التلفزيون علشان تعمل منها مكالمات فيديو لا ده هيكون لها اكتر من استخدام بعد كده. اولهم هو بمعنى انك انت دلوقتي هتقدر تتحكم في شاشة التلفزيون عن طريق انك تشاور لها يعني لو عايز مسلا تقلل بالقناة او تعلي وتوطي الصوت فممكن انك تعمل حركات بيدك معينة فتخلي القناة تقلب اول من الصوت يعلى ويوضى. وبالاضافة هيكون في حاجة اسمها والامبيانت ده هيستخدم الكاميرا دي في ان هو يعمل لك تتبع للحركة بتاعتك في القوضة ويبتدي ان هو يوجه لك الصوت ويزبط لك الجودة بتاعت الصورة على حسب المكان اللي انت بتبقى قاعد فيه في القوضة فين بالزبط سوى بقى تحركت يمين تحركت شمال تبتدي ان الشاشة بتحس بيك وعارفة مكانك فين دايما بالزبط وبتبتدي ان هي توجه لك الصوت وبتزبط لك الصورة باحسن جودة ممكنة. بالاضافة كمان فتقدر انك تتحكم في الشاشة باستقدام الاوامر الصوتية بدون كده تبقى عندك كل وسائل التحكم في الشاشة اللي انت ممكن تتخيلها. وبالنسبة للمقاسات المتوفرة من الشاشتين دول هتكون متوفرة بمقاسات خمسة وسبعين وخمسة وتمانين بوصة فقط مش هيكون في مقاسات اصغر من كده. والاكس خمسة وتسعين اللي بدقة هتكون متوفرة بمقاسات خمسة وستين وخمسة وسبعين وخمسة وتمانين بوصة مش هيكون في خمسة وخمسين او اي مقاسات اصغر من كده. ولكن بالنسبة الاسعار الشاشات دي فسوني لسه ما اعلنتش عن الاسعار ومعرض عموما مبيقولوش في اسعار للششات ولكن طبعا متوقع ان اسعار الموديلات دي تكون مرتفعة شوية ولكن ازا كانت اسعارها مرتفعة قوي فيكون قدامك الموديل الاكس تسعين كي يعتبر بديل لموديل السنة اللي فاتت اللي كمشور جدا الاكس تسعين جي والموديل ده بيجي بتكنولوجي الاضاءة العادية ولكن هيكون بدون طبقة او وكمان مش هيجي معاة ولا اللي في ولكن طبعا تقدر تزود لها الحاجات دي بشكل منفصل بعد كده لو انت حابب تشتريه بشكل منفصل وكل ده علشان سعاره يكون مناسب لاكبر عدد من الناس اما على مستوى في الشاشات دي طبعا بمعدل تحديث او وبيكون فيها مدخلين هما تالت ورابع مدخل ولكن الجديد السنة دي ان هما هيكونوا بيدعموا وال بشكل مباشر مش هيكونوا لسه مستنين زي ما سوني عملت فشاتها في السنين اللي قبل كده وهيبقى فيها خاصية زي علشان تختار لك افضل الوضع للصورة على حسب اللي انت بتلعبه او علشان برضو يبين لك تفاصيل اكتر في الصورة في الاماكن المظلمة او الاماكن المضيئة فبصراحة انا شايف ان في كمية تطويرات كبيرة جدا بتحصل في الشاشات سوني السنة دي ولسه في مفاجآت تانية بخصوص الشاشات الاولد تحديدا اتكلمت عنها في الفيديو اللي يزهر لك هنا هتقدر تتفرج عليه دلوقتي.